السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وكانت منا ان شاء الله لبنات انكم تكونوا بخير وعلى خير مرحبا بكم معايا ان شاء الله عندي اليوم في القناة اليوم غادي نشارك معاكم واحد الوصفة رائعة ان شاء الله اللي عندهم يعني تأخر ديال الحمل وهذه الوصفة هذه يعني را يستعملوها الرجال وكذلك النساء فإن شاء الله إلا كنتوا أول مرة تشاهدوا القناة فمرحبا بكم معايا في القناة ما تنسوش انكم تشتركوا في القناة وكذلك يعني تفعلوا زر الجرس باش ان شاء الله أي حاجة حدثها عندي في القناة توصلكم وكما قلت لكم يعني هاد الوصفة هدي فهي من أقوى يعني من أقوى الوصفات يعني اللي كتقوم بتنشيط المبايد يعني قوية قوية جدا في تنشيط المبايد للنساء وفي نفس الوقت وعده واحد دور رائع للرجال كذلك اللي عندهم المشاكل يعني في هذا اللي عندهم المشكل في الحيوانات المنوية فكذلك يستعملوا هاد الوصفة هادي إن شاء الله فكما كيبال لكم هنا عندي عندي تقربة جوجة للمكونات ولكن المكون الرئيسي اللي معروف اللي هو القرنفل فالقرنفل يعني عنده واحد الفوائد رائعة للبنات غير هو الواحد ما يستعملوش يعني بواحد طريقة كثيرة غير بيعني إلا بوتي تستعملوش تستعملو واحد رأس ديال ملعقة أو يعني إلا استعملت ملعقة فقط تستعملوش يعني في الشهر فقط يعني ما كتقويش بزاف لأنه يعني وعرى البنات شوية فهو كيعتاب كيسعتابر يعني من يعني بحل من هادو كاسم من العطريات ولكن غير هو بحار شوية يعني حار الفوائد ديالو حار بزاف كما كيبال لكم هنا عندي القرنفل فوائد القرنفل يعني يقوم القرنفل على تنظيف الرحم من أطار غشاءة بطانة البطانة المنسلخة يساعد كذلك القرنفل على تسريع نزول دم الحايد وينظف الرحم من تكتلات الدم كما أنه يلعب القرنفل دورا فعالا في تنظيم الدورة الشهرية يساعد كذلك القرنفل في انتظام الدورة الشهرية ويساعد في حدوث يعني الحمل يعني الناس اللي بغي نحملو فهد القرنفل يعني كيساعد في حدوث ديال الحمل لأنه كينظف الرحم من أي دم يعني كيتعلق كيكون يعني أي دم فاسد كيبقى من الدورة الشهرية وكذلك يعملو على تنشيط المبايض من خلال مكوناته الفعالة وبالنسبة طبيعة الحال للرجال في يعني كما ذكرت أنه يعني رائع كذلك يعني بالنسبة للمشكلة ديال الرجال فهد المكون هو القرنفل كما كيبليكم يعني كيكون على هدو الشكل هذا و انتحنوه فمن أحسن البلات أنكم تتحنوه فهنا قمز بالطحن دياله أنا طحنت واحد شوية على هدو الشكل هذا هنجومه فإلى التطحن يعني كيكون يعني كيتلقي قعدوك الفوائد دياله حتى إلا كان ها كمزيان ولكن إلا كان عندكم مطحون أحسن يعني طحنو هاد الوصفة هدي من أحسن أنكم نديروها مطحونة هنا كيما كيبليكم عندي هاد المكون هذا آآ رايبي كيبليكم هو اللي غانستعمل معكم غادي ناخد واحد بحلج بني ولا فنخلط هاد المكونات هادو فهنا كيبليكم البنات خويت هاد آآ رايبي هنا ايا ف ف ف جبانية كيما كيبليكم كيكون عفوان تكونوا له هاد الشكل هذا من بعد غادي ناخد ملعقة هاني ملعقة مع عمراش ديال القرنفل هان شوما ملعقة صغيرة تقريبا متكون شو عمراء بزاف البنات هانا هانا يا هان شوما وغادي تخلطوا هاد المكونات هادو يمكن تديروها مع الحليب يمكن تديروها مع المور كي من احسن من احسن حيث كيكون حار هاد القرنفل هاد باش انك تقدري انك تشربه فديريه مع هاد المكون هادا المنات صافي انا كيما كيبليكم يعني نخلطوهم زيان وغادي تشربه من بعد الدورة الشهرية ثلث ايام من بعد الدورة الشهرية فبطبع هاد الحال يمكن لكم تستعملوا هادا كرايبي اللي فيكون صغير اه يمكن لكم تستعملوا هان شوما صافي وصافي وكان اخدوها ثلث ايام بعد الدورة الشهرية يوم الاول يعني منك تشربه يوم الاول واليوم تاني واليوم تالت صافي ان شاء الله وتحبسي كذلك بالنسبة للرجل اللي بغا انه يشربه معك فكذا هو كذلك يشربه للمدة ثلث ايام راه رائع رائع على البلاس هاد الوصفة هاد ان شاء الله غير جربوها رائعة فيعني كما ذكرت في يعني المكونات اولي الفوائد ديال هاد القرن فول هادا الرائع للحمل يعني فكي يساعد او كي عاون على حدود الحمل فبطبيعة تحل كل شي بيض الله سبحانه وتعالى وهاد الوصفات كذلك يعني راه كينين الناس اللي تكون عندهم غير البرد اللي تكون عندهم يعني البويضة ماشي في هذا تسميته اه ما كتكونش يعني في الحجم ديالها باش ان هات هي تقدري انك يتاخدي شي عشبه ولا شي حاجة ويعني تكون في الحجم ديالها فا اه البلاد كل شي بيض الله سبحانه وتعالى وحنا عندهم فقط الاسباب اه فهاد الوصفة هادي راه بزيال الناس حملوا بها بطبيعة الحالة ديشي اللي جدرتها معكم ان شاء الله كانت منها انها تفيدكم اه تفيد قاعد الناس اللي عندهم هاد المشكل هذا ديال ديال تأخر ديال الحمل وان شاء الله يعني راه كيم ما قلت لكم راه رائعة احتل هذا احتل تكيوسات ديال المبايد لتنشيط المبايد اه كذلك لتنقية الرحم من اي ذك الدم اللي كيبقى فيه كتنقية الدور ديال القرون فول انه كينقية الدور ديال القرون فول انه كي هي لك الرحم وكي هي لك البويضة او المبايد للحمل يعني ما تخافوش منه غير هو كما قلت لكم يعني ما تكويوش منه فمثلا اللي قدرتوا اه اللي قدرتوا غير يعني ملعقة صغيرة او ما كاملاش يعني غير راس ديال هاد الملعقة هادي وخلطوه وشربتوه شربتوه ثلاثة ايام فما عندهم يدير ليكم راح يبقيتوك تشربوه فيه بزاف يعني لمدة شهر متتالية او لابقتوك تشربوه فيه عشرية متتالية ولا عشين يوم متتالية هي فاش يقدر اما هنا فقط ثلاثة ايام فما عندهم يدير ليكم وكما كنقول لكم اي وصفة راح كل سيدة والجسم ديالها وكل سيدة وكيفش كيتفاعل معها اي وصفة كتديريها مرة الاولى الى حسيتي بانها يعني ما ما دارتش مع الجسم ديالك فما تعوديهاش حس لستهلتنا ما غديش نقول لكم اننا جميع الوصفات كل السيدات كاملين كل الوصفة كل سيدة واش من الوصفة يعني سقدر اليها السيدة لما كتقدرش على هاد الوصفة السيدة لي�무وصفة يعني ديال مثلا ديال حب الرشاد او ديال التحومة عادي وكabbين لقدير حب تحب و nesse يوصفة لك اللي فما لم لاقتش لي فهاجع الشي افصل نقول لكم يعني منوش ش하وا تشبوها والوصفة ديال يعني العشاء بحاول اللي الوصفة مثلاً diall tiall حفل رشاد او diall toma رحيط واك يمكنك الienda ما لاقتش ليا الشر wir الاعشائب حول انكم يعني يمكنك ám اظن يمكن buds عيليها لا لا فحبسوها كانت جاهز لا kiddog عليكم بزاف. هذه هي وصفة اليوم ان شاء الله كانت من انهتنا الاعجاب ديالكم. وما تنسونيش بلايك للفيديو وبسلام عليكم الى فيديو اخر او وصفة اخرى في امان الله.